أهلا وسهلا فيكم أهلا يا رغد ورينات أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم جميعا رح نستنى شوي لحد ما الطلاب يجمعوا وبعدين نبلش حستنا يلا خلينا بهذا الوقت تبعتوا لي الرابط لصحابكم عشان نبلش مع بعض يكونوا منازلين زوم عشان يفوتوا معنا اليوم إن شاء الله رح نعمل مراجعة على المادة كاملة هاي الرابط ابعتوا لصحابكم بس يكونوا منازلين زوم ويفوتوا معنا أهلا وسهلا فيكم آي رغد احكيلي وعليكم السلام أهلا وسهلا الكل يبعت الرابط لصحابه عشان نبلش حصة بكير نستنى خمس دقائق لحد ما الكل يجمع بس رح أستنى خمس دقائق لكل يجمع عشان أبلش اليوم رح نراجع الوحدة الأولى كاملة رح نصير نراجع وحد ختمنا إحنا اللي حضر معاي آخر حصة كانت الخميس الماضي ختمنا فيها المادة اليوم هس احنا نبلشين مراجعات اللي هو اليوم رح يكون في مراجعة بكرة مراجعة يوم الجمعة في مراجعة رح ينزل كل يوم الجدول ومتى مراجعاتكم أهلا وسهلا يا سلمة أهلا وسهلا يا كيرلس أهلا وسهلا أول مرة تحضري اليوم رح نراجع رح تستفيد كثير للامتحان احكيلي يا رغد اكتبيلي بالشات أهلا وسهلا فيكم كلكم يلا هاي الرابط ابعتوه لصحابكم عشان الكل يفوت معنا أهلا وسهلا رغد اللي كل اللي بحضروا أول مرة أهلا وسهلا فيكم أنا مس نور رحاحلة طول الفصل كنت معهم بحصة استفاعلية على زوم كنا نشرح فيها المادة كلها طبعا أي فيديو بتكم تحضروه قديم موجود على اليوتيوب على رابط أو على القناة تبعات أبواب تي بي بتقدروا تحضروا أي حصة قديمة بس احنا من هسة رح نبلش حصص مراجعات يعني رح نرجع لكم المادة كاملة عشان تكونوا على استعداد كامل الامتحانات وتجيبوا إن شاء الله علامات كاملة رح نعمل مراجع على كل كتاب صح ممتاز رغض بكرة امتحانك اليوم رح نراجع الوحدة الأولى والوحدة الثانية كدي رح تحضريهم على اليوتيوب يلا الكل يبعث لي رح أسترنا كمان دقيقتين اللي حاب بييجي عشان نحضر كلنا مع بعض وعليكم السلام أهلاً يا يوسف ابعتوا لأصحابكم يكونوا منازلين زوم بس يكونوا منازلين زوم عشان يفوتوا معنا ادرسوا من هسة للامتحانات احنا قبل الامتحانات عملنا المراجعة عشان تكونوا مستعدين وقت الامتحان مش يوم الامتحان تدرسوا لا ادرسوا من هسة عشان تكونوا مستعدين أهلا وسهلا يا تولين طبعا الكل يحضر لكتابه على الوحدة الأولى رح أشرح من الكتاب بس رح أكون كاتبة زي مدخصات صغيرة عشان تساعدكم للدراسة تقدروا تعمل عليها سكرين لما أحكي لكم إذا بدكم تعملوا سكرين أعملوا بس ضرورة تكونوا متابعين معي على الكتاب أهلا وسهلا يا أمال وتولين ألمى ألمى وتولين أوكي يلا نبلش الكل مستعد ما في مشكلة بتقدروا تبعطوا الرابط لصحابكم ويفوتوا معنا وإحنا نبلشين بس لازم يكونوا منزلين زوم عشان يقدروا يحضروا معنا أهلا وسهلا فيكم جميعا طبعا اللي أول مرة بحضروا أنا مسنور رفاحلة معلمة مادة العلوم بعطيهم من أول الفصل حصص تفاعلية هاي الحصص رح تكون حصص مراجعة يعني كل إشي أخذنا رح نراجعه رح نراجع بالحصة تقريبا واحدة بعد شوي رح نصير واحدة ونص بس رح نراجع أفكار رئيسية رح نحط الشغلات المهمة زي كأننا منحضر للامتحانات عشان زي ما بتعرفوا الامتحانات ناس الأسبوع الجاي وناس الأسبوع اللي بعده فلازم نكون محضرين حانا مية بالمية الشرح رح يكون من الكتاب بس رح أكون حاط زي ملخصات يقدروا تعمل عليها سكرين طبعا عشان نكون عارفين الحصص هاي تفاعلية اللي بحضر أول مرة معاي هاي الحصص تفاعلية رح أسأل مين حاب يجاوب أو مين بيعرف الجواب بيكون رافع إيده بفتح له المايك وبيجاوب معي فضروري اللي عارف الجواب يكون رافع إيده عشان أقدر أفتح له المايك ويكون مجهز حاله أنه جاوب أوكي يلا خلينا نبلش بسم الله الرحمن الرحيم أول إشي عندي الدرس الأول عندي أنا الوحدة الأولى بتحكي عن البيئة الوحدة الأولى بتحكي عن البيئة فيها درسين أول درس اللي هو الأنظمة البيئية وثاني درس هو الجماعات الحيوية وطبعا شرحناهم بشكل تفصيلي وتفعلنا فيهم مع بعض رح نراجع الأفكار الرئيسية فيهم الدرس الأول اللي هو الأنظمة البيئية بدنا نشوف الأنظمة البيئية الشغلات المهمة فيها أول إشي بالنظام البيئي اللي هو حكينا عن مستويات التنظيم البيئي حكينا النظام البيئي مكون من أنظمة عدة ولأنها أشياء كبيرة وصعب دراستها فرحوا قسموها لمستويات فلماذا جرى تقسيم الأنظمة البيئية إلى مستويات لتسهيل دراستها فعشان يسهلوا دراسة الأنظمة البيئية قسموها لمستويات قبل ما أحكي عن مستويات النظام البيئي أو إيش هي ليش قسموها لمستويات لازم أكون عارفة إيش هي أخذناه بصف رابع وأخذناه بصف خامس إنه النظام البيئي مكون من إذن النظام البيئي مكون من مكونات حية ومكونات غير حية مين يحكي لي زي إيش في مكونات حية يعني بالنظام البيئي في مكونات حية زي إيش في عندي مكونات بحكي هاد الإشي حي يلا مين يحكي لي زي إيش مكونات حية راح أحكي لكم أول وحدة أنا أنا راح أحكي أول مكون حي راح أحكي النباتات شك العام أي نباتات هي مكونات حية مين يحكي لي كمان مثال يلفع إيده عشان أختاره يلا نشوف سارة سارة تحكي لي كمان مكون حي سارة سمعتنا أوكي نشوف غير سارة لازم الواحد يكون مجهز حاله عشان يجاوب سريع زينا يلا زينا بس اللي عارفيني جواب يرفع إيدهم مكونات حية زي إيش في مكونات حي زي الحيوانات ممتازة ممتازة جدا زينا زينا بتحكي إنا في مكون حي كمان غير النباتات في عندي الحيوانات ممتازة زينا إذن الحيوانات أيضا مكونات حية ممتاز بكفي لي نباتات حيوانات عصافي كل أي نوع حيوانات زواحف طيور كائنات حية كلها تعتبر كائنات حية سواء بالبحر بالبر بالجو كلها كأناس حية أي إشي بعيش وبتنفس وبتحرك هو مكون حي طيب في عندي كمان بالنظام البيئي مكونات غير حية مين يعطيني مثال على مكون غير حي رح أحكي أول مكون غير حي أنا اللي هو رح أحكي الهواء الهواء هو مكون غير حي مين يحكي لي زي إيش كمان في مكون غير حي يكون رافع يدعشان أختاره يلا عون عون أعطيني مكون غير حي الماء الماء ممتاز عون فعون حكي لي برضو مكون غير حي كمان الماء إذن أول مكون غير حي الهواء ثاني مكون ماء مين يحكي لي كمان مكون غير حي غير حي يعني ما بتنفس ما بتحرك يعني بستفيد منه بحياتي بس ما بتنفس ولا بتحرك زي إيش مكون غير حي نشوف محمد عبد الفتاح يلا محمد محمد احكي لي مكون غير حي ممتاز الصخور او الحجارة ممتاز اذا الصخور هو مكون غير حي برضو ممتاز محمد طب اخر مكون غير حي مين يحكي لي كمان مكون غير حي نشوف نور يلا نور عاطيني كمان مكون غير حي التربة التربة مين ضمن الصخور؟ التربة فيها صخور في المعادن برضو التربة ممتازة مكون غير حي بس بدي اشي رئيسي لهو المعادن وبقدر احكي برضو هاي اذا بدك كمان التربة ممتاز فإذا الممتاز لا شكرا عادي يامس الله يعافيكي فبنحكي خلنا نراجع بشكل سريع ايش حكينا لهذا حكينا في عندي بالنظام البيئي مكونات حية ومكونات غير حية كيف بعرف انه حي؟ حي بتنفس بيعيش بيأكل بيمشي هاذ مكون حي طبا وبستفيد منه زي ايش مكونات حية؟ حيوانات الانسان مكون حي برضو الانسان مكون حيالحيوانات اللباتات كل هاي مكونات حية طيب مكونات غير حية زي ايش مكونات غير حية؟ زي الهواء زي الماء زي السخور زي المعادن وزي التربة فأنا عندي هذ أصلا مراجعة من صرف خامس اللي هو مكونات حية ومكونات غير حية الحية زي نباتات وحيوانات بشكل رئيسي غير حية زي هواء نبا هواء ماء صخور ومعازن وتربة طيب بعدها شافوا أنه بالنظام البيئي في عندي كتير مستويات فحقوا ما بصير أنه هاي المستويات نظلها هيك عشوائية لازم عشان أقدر أدرسها بشكل سهل أو لتسهيل دراستها لازم أقسمها لمستويات فتم تقسيم النظام البيئي إلى عدة مستويات لتسهيل دراستها فإذن السبب أو الهدف من تقسيم النظام البيئي إلى عدة مستويات لتسهيل دراستها أول مستوى اللي هو الفرد طبعا المستويات سلسلية يعني ما بصير تحكي لي أول مستوى تحكي لي النظام البيئي ما بصير لازم المستويات بالترتيب أول مستوى اللي هو الفرد شو يعني فرد؟ هو كائن حي وحيد مين يعطيني زي إيش في عندي كائن حي لحاله وبحكي عنه هاد أول مستوى اللي هو الفرد زي إيش فرد واحد زي مين نشوف نختار غلاء يلا غلاء عطيني كائن حي وحيد فرد يعني الفرد هو كائن حي وحيد زي إيش أوكي نشوف غير غلاء نشوف قاسم يلا احكي لي زي إيش في كائن فرد بحكي عنه هادا بالمستوى فرد يعني كائن حي لحاله زي إيش عطيني أي كائن حي عارف الجواب ولا لا عارف الجواب أوكي خلينا أحكي لكم أنا أول واحدة عشان الباقي أنتو تحكوهم أول إيش اللي هو أول مستوى من مستويات النظام البيئي اللي هو الفرد يعني كائن حي لحاله طيب كائن الحي لحاله هاد إيش بتسميه بتسميه فرد زي إيش؟ زي أسد لما أشوف أسد لحاله ما مع إشي وما مع أسود لا هو واحد لحاله بحكي عنه هاد أول مستوى من مستويات النظام البيئي ويسمى الفرد طيب ثاني مستوى له الجماعة الحيوية لما يصير عندي أسد وأسد 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 مجموعة أسود شو بحكي لهم؟ مين يحكي لي مجموعة الأسود مع بعض شو بحكي لهم؟ أسد لحاله حكيت له فرد لما يصيروا أكتر من أسد وقاعدين مع بعض هيك مع بعض يعني بجنب بعض إيش بسميهم مجموعة الأسود؟ نشوف أحمد يلا أحمد أحمد أعمل أنا ميوت وجاوبني مجموعة الأسود مع بعض إيش بسميهم؟ جماعة حيوية ممتاز إذن أسد لحاله يا أحمد إيش اسمه؟ فرد طيب مجموعة أسود؟ مجتمع حيوي جماعة حيوية أنت حكيتها أول مرة صح فإذن الفرد هو أسد لحاله أما بحكي لنا أحمد لما يصيروا مجموعة أسود بيصير اسمه جماعة حيوية لحاله فرد أسد لحاله مجموعة أسود طيب صير أحكي أسود ومثلا وأحصنة؟ لا بطل اسمها جماعة حيوية صار إيها مصطلح جديد رح نحكي عنه بس أنا لازم يكونوا من نفس النوع عشان أحكي عنهم جماعة حيوية فإذن تعريف الجماعة الحيوية هي مجموعة من الأفراد من النوع نفسه مهمة جدا من النوع نفسه تعيش معاً فإذن لازم يكونوا من النوع نفسه مش أسود وأحصنة وطيور وأسماك لا بطل اسمه جماعة حيوية إلها اسم ثاني أوكي إلها التنبيل مستويات النظام البيئي بس ما إسمها جماعة حيوية أول واحد فرد هو نوع كائن حي ووحيد لحاله لما يصيروا نفس النوع عايشين مع بعض بيصير اسمهم جماعة حيوية فالكلمة المهمة هون إنه يكونوا من النوع نفسه طيب بعدين بيحكي إنه عندي جماعات حيوية تعيش في نظام بيئي ترتبط من بينها بعلاقات مختلفة كيف يعني؟ يعني صار عندي أسود وأحصنة وطيور وأسماك وضفادع صار عندي أكتر من نوع وكلهم عايشين مع بعض شو صار اسمهم؟ من يحكي لي؟ بطل أسود لحالهم صاروا أسود وأحصنة وطيور وأسماك وضفادع كلهم عايشين مع بعض شو صار اسمهم؟ ألمة يلا ألمة أحكي لي إيش صار اسمهم؟ لما صاروا أكتر من نوع مع بعض مجتمع حيوية ممتازة المجتمع الحيوي إذن لما يكون عندي أسود وإيش كمان مثلا؟ وطيور وكمان وأسماك وأحصنة كلهم مع بعض بس كلهم كائنات شو لازم يكونوا حية؟ يعني لازم كلهم يكونوا كائنات حية مع بعض عشان أقدر أحكي عنه المجتمع الحيوي فإذن أنا عندي ثالث مصطلح اللي هو المجتمع الحيوي نرجع نراجع من أول أول واحد الفرد هو كان حي وحيد زي إيش؟ زي أسد لحاله زي حصان لحاله زي سمكة لحالها أما لما صاروا مجموعة أسود مع بعض حكيت عنه هاي جماعة حيوية أول مصطلح اللي هو الفرد ثاني مصطلح اللي هو الجماعة الحيوية ثالث مصطلح اللي هو المجتمع الحيوي اللي هو ثالث مستوى من المستويات النظام البيئي اللي هو المجتمع الحيوي لما صاروا عندي مجموعة من الكائنات الحية يعني أسود وطيور وأسماك وضفادع وأحصن كلهم مع بعض بس كلهم كائنات حية كانوا عاشين مع بعض سميتوا مجتمع حياوي مهم جداً لازم كلهم يكونوا كائنات حية طيب رابع وآخر مستوى اللي هو النظام البيئي شو النظام البيئي؟ بتحكيلي طب هل هم بس لما أروح للغابة بس بلاقي طيور وعصافير وأسماك وأحصن وأسول بس طب ما أنا بلاقي تربة وبلاقي ماء وبلاقي هواء وبلاقي صخور وبلاقي معادن هل هدول بيظل اسمهم مجتمع حية وبحكي لك لا مدام صار عندي كائنات حية وكائنات غير حية مع بعض بمجتمع واحد يسمى النظام البيئي فالنظام البيئي هم كائنات حية وكائنات غير حية فهون بحكي لك أوكي في عندي أسود وفي عندي طيور وفي عندي أسماك كمان في عندي ماء وعندي هواء وعندي تربة فصار عندي إيش كائنات حية وكائنات غير حية معاني فوجود كائنات حية كائنات غير حية مع بعض بمكان واحد وبتتفاعل مع بعض بصير اسمه النظام البيئي فإذا آخر مستوى اللي هو النظام البيئي ضام لكائنات حية وكائنات غير حية مين يعد لي اياهم بشكل سريع كون لياتوا مع بعض يلا مين يعد لي اياهم نشوف اللي عارف بص يظلوا رافع ايدو اللي مش عارفين نزل ايدو عشان أختار حدا من اللي عارفين اسيل يلا اسيل اسيل تم تقسيمه الى عدة مستويات اول مستوى اسيل اش هو الفرد الفرد بضم نوع واحد كائن حي وحيد ممتاز ثاني مستوى اسيل شو هو الجماعة الحيوية الجماعة الحيوية بتضم عدة اسود هل بصير احكي اسود واحطن واسماك لا بس اسود من النوع نفسه لازم يكون عشان احكي عنهم جماعة حيوية ثالث نوع اش هو اسيل المجتمع الحيوي المجتمع الحيوي ممتاز رابع نوع المجتمع الحيوي بيضم اسود واحصن واسماك بس كلهم كائنات حية طيب اخر نوع اخر مستوى اش هو النظام البيئي النظام البيئي بيضم كائنات حية وكائنات غير حية تتفاعل مع بعض تمام تمام يعطيك العافية الله يعافيكي فاذا اول اشي الفرد بس كائن لحاله تاني شغله اللي هو او تاني مستوى اللي هو المجتمع الحيوي بيضم مجموعة اسود مثلا او مجموعة احصنة مثلا بس ما بصير احتي اسود واحصنة معا لا اسود او احصنة بعدها لما اجتمع الاسود والاختنة والطيور والاتماك والضفادر كلهم مع بعض كلهم كائنات حية سميتهم مجتمع حيوي لما دخل عندي كائنات حية وكائنات غير حية مع بعض وتفاعلوا مع بعض نظام البيئي وتم تقسيم هؤلاء المستويات لتسهيل دراستها اوكي حدا عنده سؤال على اللي حكيته حدا عنده سؤال اوكي نشوف مين عنده سؤال على اللي حكيته اسألي زينة اسألي بالشات اي حدا عنده سؤال يبعت لي بالشات عشان ناخد سؤال بعدها نكمل الكل رح يشارك لانه اليوم كلها حصة مراجعة زينة لأ الاجوبة رح تكون على المايك احسن عشان الكل يشارك معي اوكي خلص ما حدا عنده اسئلة خلينا نكمل عشان نلاحق نكمل الوحدة كاملة لما بدك تفتح المايك انا رح اعمل لك بس انت بتعمل وتجاوب ما بتقدر تفتح المايك بأي وقت لما انا اسمح لك تفتح وتعمل 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 اوكي يلا خلينا نكمل ثاني جزء من الدرس بحكيلي مؤشرات على صحة النظام البيئي طبعا هاي الشغلات كلها موجودة بكتابكم بس انا حاطها على شكل اشكال يعني على اشكال عشان تتهل دراستها بس هم كلها موجودين بكتابكم اوكي في عندي مؤشرات بتدلني انه هذا النظام البيئي صحي كيف يعني يعني دلائل ايش يعني مؤشرات يعني دلائل بتحكيلي والله هذا النظام البيئي صحي زي ايش في دلائل او ما هي المؤشرات التي تدل على صحة النظام البيئي اول واحد اللي هو التنوع الحيوي شو يعني التنوع حيوي اذا هذا اول دليل او اول مؤشر بيدلني انه هذا النظام البيئي صحي كيف يعني يعني في عندي تنوع حيوي شو يعني تنوع حيوي يعني في عندي مش بس طيور عندي طيور واسماك وحيوانات وعندي اشجار وعندي انواع مختلفة من الاشجار وأنواع مختلفة من الفواكه في عندي بالمجتمع في عندي أكتر أو بالنظام البيئي في عندي كتير أنواع مش بس أسود أو طيور لا في عندي كتير أنواع طيور وعندي كتير أنواع أسماء كلمة تنوع يعني أكتر من نوع ففي عندي تنوع حيوي معناته هذا النظام البيئي صحي فأول دليل على صحة النظام البيئي هو التنوع الحيوي من يحكيني يحكيني ثاني دليل على صحة النظام البيئي يرفع ايده اللي بدي يجاوب بس اللي بدي يجاوب يكون رافع ايده واللي ما بيعرف الجواب ينسلها يلا سلمة سلمة احكيلي ثاني على صحة النظام البيئي بس تكون النظام البيئي صحي اه كيف بعرف انه هذا النظام البيئي صحي اول دليل انا حكيته اللي هو التنوع الحيوي ثاني دليل ايش داي ايش فيه كمان دليل بحكيلي هذا الدليل انه والله هذا النظام البيئي صحي اه عدم تفشي الامراض فيه يعني مو كتير فيه منتشرة امراض مثلا اه مش كتير فيه مش كتير فيه يعني هيك يا مس منتشرة ولا مش منتشرة مش منتشرة هذا عدم لانه مش منتشرة الامراض ما فيه امراض كتير فبحكي هذا النظام البيئي صحي فاذا اول واحد انه يكون فيه تنوع حيوي ثاني واحد انه ما يكون في امراض عدم تفشي الامراض اذا حكينا تفشي الامراض خطأ هذا النظام البيئي غير صحي انا بحكي متى بيكون صحي لازم نحكي عدم تفشي الامراض فيه ممتازة سلمة خلينا نأخذ اخر او ثالث مؤشر على صحة نظام بيئي يعني هذا الدليل لما اشوفه بحكي هذا النظام البيئي صحي من يحكي لي كمان دليل نشوف هيام يلا هيام آمس عطينيك اخر دليل انه بحكي هذا الدليل لو اشوفه بحكي هذا النظام البيئي صحي مقدرته على استعادة الاتزان بين مكوناته ممتازة كيف يعني يعني لما يصير عندي خلل ممتازة هيام لما يصير عندي خلل بالنظام البيئي مثلا السلسلة مثلا تفقد جزء منها فهي بتستعيد الاتزان يعني بتبطل فيه خلل فهاي برضو دليل على انه نظام البيئي صحي فاذا هاي الشغلات كتير مهمة وممكن تيجي بالامتحان عشان هيك بنعطيكم الشغلات المهمة بحساس المراجعة ايه جي الشغل المهمة لما تحكي كلمة ما هي المؤشرات او الدلائل نقدر نحكي كلمة مؤشرات او دلائل دلائل او مؤشرات على صحة النظام البيئي فبحكي اول دليل او مؤشر اللي هو سنوع الحيوي ثاني دليل عدم تفشي الامراض عدم مهمة كلمة عدم تفشي الامراض سنوع الحيوي وعدد تفشي الأمراض فيه ومقدرته على استعادة الاتزان بين مكوناته ممتاز فإذن أول إشي أخذناه مستويات النظام البيئي وعرفناهم وعرفنا كل واحد فيهم أشي يعني ثاني إشي أخذنا مؤشرات أو دلائل على صحة النظام البيئي يعني لما أشوف هاي الدليل أو المؤشر بحكي هذا النظام البيئي صحي طيب ثالث شغلة كتير مهمة بهذا الدرس أعرف بحكينا تتأثر صحة النظام البيئي بعدد المؤثرات إذن ما هي المؤثرات التي تؤثر في صحة النظام البيئي يعني كيف صحة النظام البيئي إيش الشغلات اللي بتأثر فيها إيش هي المؤثرات اللي بتأثر بصحة النظام البيئي يعني بتخليه غير صحي زي إيش في مؤشرات من يحكيلي نشوف هبة يلا هبة إيش في مؤشرات بتدني على صحة النظام البيئي مرحبا ميس أهلا وسهلا لكوارث الطبيعية أول واحدة أول واحدة الكوارث الطبيعية ممتازة فإذن أول دليل أول مؤثر بيأثري بصحة النظام البيئي هي الكوارث الطبيعية يعني لما يصير عندي كوارث طبيعية بتعرفي زي أش في كوارث طبيعية؟ لا هبا بتعرفي زي أش في كوارث طبيعية؟ لا كوارث طبيعية صار قبل فترة بتركيا زي أش صار فيه بتركيا؟ زلازل زلاذل كوارث طبيعية زي الزلاذل ممتازة فإذن كوارث طبيعي زلاذل براكين هاي زي كوارث طبيعية فهذه كوارث طبيعية بتأثر بالبيئة أثر بصحة النظام البيئي ممتازة هبة فعندي كوارث طبيعية بأي نوع من أنواع الكوارث الطبيعية يعني إيش عن الكوارث طبيعية يعني مش فعل الإنسان من الطبيعة فهاي الكوارث طبيعية بتأثر لي بصحة النظام البيئي زي حكتنا الزلاذل زي البراكين هاي كلها قوارث طبيعية زي الفيضانات برضو قوارث طبيعية طيب اثنين اذا قوارث طبيعية طبيعة مش من الانسان اثنين ايش بيأثر بصحة النظام البيئيه او بيأثر بصحة النظام البيئيه او مؤثرات على صحة النظام البيئيهائي من يحكيلي زي ايش cidra يلا cidra حكيلي عطيني مؤثر بصحة ايش هو أسئلنا إكسان المشكر للأنشطة للإنسان مثل الصيد الجائر ممتازة إذاً الكوارت طبيعية على إكسان شak Wow متحدث للإنشطة للإنسان مثل أنشط الإنسان مثل الصيد الجائر أو الرائي الجائر ب kernel بيؤثر بصحة النظام بيضي فأنا عندي أنشطة بيعملها الإنسان مش من الطبيعة la الإنسان بيعملها بيتأثر بصحة النظام اليبي ياسم الصيد الجائر ممتازة سيدر فإذن لهذه السرعة معاكين الشغلين بتأثير لي بين صحة النظام البيئي يعني بتخليه غير صحي بتأثير فيه سلبا أول إشي الكوارث الطبيعية واحد أو الكوارث الطبيعية واثنين بعض أنشطة الإنسان مثل الصيد الجائر ثالث مؤثر بصحة النظام البيئي إشي بيخلي النظام البيئي غير صحي ممكن يكون صحي بعدين يخليه غير صحي إيش الإشي ممكن يأثير عمر يلا عمر عمر احكي لي ثالث مؤثر في صحة النظام البيئي إيش هو التلوث ممتاز التلوث التلوث مصطلح جدا مهم عشان هيك التلوث رح نقضه بشكل تفصيلي لأنه كتير مهم ممتاز عمر فإيش عمر بحكي لي ثالث مؤثر فيه صحة النظام البيئي اللي هو التلوث إذن في عندي ثلاث مؤثرات بس تتأثير لي بالنظام البيئي واحد الكوارث الطبيعية وحكينا كوارث طبيعية زي زلازل براكين فيضانات كوارث طبيعية من الطبيعة مش بس إشيء من طبيعية فيه إشيء بفعل الإنسان فثاني مؤثر اللي هي بعض أنشطة الإنسان مثل الصيد الجائر والرعي الجائر أي يعني الصيد الجائر الرعي الجائر هي بفعل الإنسان وبتأثر بصحة النظام البيئي ثالث وأهم مؤثر اللي هو التلوث بما أنه أهم مؤثر ويعني هو كثير بيأثر سلبا بصحة النظام البيئي فلازم نأخذه بالتفصيل في حندي أول إشيء إيش يعني تلوث لازم أكون عارفة إيش يعني تلوث يعني أوكي في تلوث فلازم يعني تلوث التلوث هي إضافة مواد ضارة إلى البيئة مما يؤدي إلى تغير خصائصها ثلبا فأنا بضيف مواد وهذه المواد ضارة مش نافعة ضارة بضيفها إلى البيئة فبتغير خصائص البيئة ثلبا يعني بتأثر بصحة النظام البيئي لأنه أصلا حكينا أنه التلوث هون قبل حكينا أنه التلوث بأثر بصحة النظام البيئي من المؤثرات بصحة النظام البيئي ففعلاً أنا معرفة التلوث أني بضيف مواد ضارة إلى البيئة ضارة مش نافعة ضروري أنها تكون ضارة تلوث بضيف مواد ضارة فبيأدي إلى تغير خصائص البيئة تلباً فبيأدي إلى تأثير بصحة النظام البيئي فهذا تعريف التلوث طيب بدي أعرف من وين بيجي التلوث يعني إيش مصادر التلوث ما هي مصادر التلوث يعني من وين بيجينا التلوث ممكن كوارد طبيعية وممكن بعض أنشطة الإنسان يعني التلوث ممكن يكون من الطبيعة ممكن يكون من أنشطة الإنسان مين يحتيري زي إيش كوارد طبيعية بتعمل تلوث يلا يرفع أيده اللي بيعرف يجاوب يكون رافع أيده عشان أخلي يجاوب سديل يلا سديل سديل أنا عمس حكينا التلوث ممكن يكون من كوارد طبيعية وممكن يكون من أنشطة الإنسان زي إيش تلوث من كوارد طبيعية يعني كوارد طبيعية بتعملي تلوث زي إيش أبركين أبركين زلازل 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 فيضانات ممتازة شديد هل هي حرائق إيش هو؟ حرائق من أنشطة الإنسان حرائق ممتازة فحرائق هاي من ضمن أنشطة الإنسان فأنا بدي أور إيش كوارد طبيعية حكت لي زلازل حكت لي براكين حكت لي فيضانات كلها كوارد طبيعية بتعملي تلوث تمام؟ زي كيف تطلع البركان كيف تعمل تلوث هس البركان البركان بيطلع غازات ضارة بيعمل حرائق البركان لما يفور بيعمل حريق من اللي هو المادة اللي بتطلع من البركان بتعملي حرائق للغابات الحريق بيعملي غازات ضارة البركان نفسه بيطلع لي غازات ضارة فهي الغازات تعملي تلوث إذن البركان بشكل عام بيعملي تلوث فإذن البركان أو البراكين من الكوارث الطبيعية مش الإنسان عمل للبركان هل البركان بفعل الإنسان جاوبوني على الشات هل البركان بفعل الإنسان ولا طبيعي ممتازين؟ لا البركان مش بفعل الإنسان البركان كارثة طبيعية فإذا هو من الكوارث الطبيعية بس هو بعمل تلوث أوكي هو بعمل تلوث بس من الكوارث الطبيعية اللي بتعملي تلوث أوكي إذا تحكوني بس الأشياء الطبيعية اللي بتعمل تلوث ولا فيه أشياء طبيعية وفيه أشياء بفعل الإنسان أحكي لكم أوكي فيه أشياء بفعل الإنسان الإنسان بيعمل لي تلوث برضه إذن اللي بيحضر معنا هاي الحصة بأول فصل حطينا فيديو شوفنا كيف الإنسان بيأثر سلبا وبيلوث لي بالبيئة وكيف إنه بيعمل مخلفات مصانع بيعمل حرائق بيكب المخلفات المصانع بالبحر فبيعمل لي تلوثات الإنسان أو أعمال الإنسان دقان السيارات دقان المصانع إذا تذكروا اللي حضر معنا الفيديو اللي كنا حطينه بالحصة إذن في بعض أنشطة إنسان برضه بتعمل لي تلوث زي إيش بعض أنشطة الإنسان مين يحكيلي نشوف مين ما جاوب وسيم يلا وسيم وسيم احكيلي زي إيش في أنشطة للإنسان بتعملي تلوث أوكي نشوف غير وسيم راشد يلا راشد أعطيني بعض أنشطة للإنسان بتعملي تلوث دخان السيارات والمصانع الذي يلوث الهواء ممتاز إذن دخان السيارات والمصانع اللي حضر معانا الفيديو بيكون انتباه إنه كان في عندي مصانع وفي عندي سيارات بتطلع دخان وهذا الدخان اللي لوثتلي الهواء فأنا عمل تلوث فإذن دخان المصانع والسيارات بتحمل تلوث ممتاز طيب مين كمان يحكيلي بعض أنشطة الإنسان بتعملي تلوث زي إيش نشوف رامين رامين راشد يلا يلي إيش في أنشطة للإنسان بتعملي تلوث إلقاء النفايات التي تلوث أنظر البيئية المختلفة ممتاز إلقاء النفايات أنا لما أكب نفايات فأنا هاي النفايات بتعملي تلوث ممتاز وهاي أنشطة الإنسان ولا طبيعية يا رامين أنشطة إنسان ولا إيش طبيعي لا أنشطة إنسان ممتاز أنشطة الإنسان اللي بتعملي تلوث مين كمان يحكيلي نشاط من أنشطة الإنسان يعني بفعل الإنسان بيعملي تلوث نشوف من اللي ما جوابه سارة يلا سارة هاني يلا سارة بدي نشاط من أنشط الإنسان بتعملي تلوه زي ايش في نشاط فعل الإنسان تلوه صد دائل ايش هو؟ صد اوكي بس ماضم مش تلوه انا بحكي لك على التلوه هي أنشطة إنسان مصانع ممتازة مخلفات المصانع التي يتم تخلص منها في مياه الأنهار والبحيرات ممتازة سارة بتحكي لي مخلفات المصانع يعني مخلفات المصانع بيجوا المصانع باخدوا هاي المخلفات اللي هي الاشياء اللي ما بيحتاجوها خلصوا صنعوا الاشياء البقايا اللي ظلت عندهم المخلفات النفايات بيلقوها بالبحر أو بالنهر أو بالمحيط فلما يلقوها بالبحر أو النهر أو المحيط أش بتعمل؟ مين يحكي لي؟ حطوا بقايا أو النفايات تبعات المصانع بالبحر أش تعمل بالبحر؟ مين يجاوبني؟ نشوف مريم؟ مريم تعرفي؟ مريم أش بصير لما نحط النفايات بالبحر أو المصانع لما يحطوا نفاياتهم بالبحر؟ أش بصير بالبحر؟ أول أسماعك شو بصير فيها؟ أوكي نشوف غير مريم بدر يلا بدر احكي لي مرحبا ميس أهلا وسهلا ميس أنا تبني فيتسة الحصة إيش؟ تبني فيتسة الحصة طيب خلني أسألك السؤال أكيد رح تعرف اسمك بدل؟ لا اسمي ميسك ميسك أهلا وسهلا ميسك ميسك أنا الصانع بيلقوا لفريقات بقايا اللي هي بالمصنع بيلقوها بالبحر أو بالمحيط أو بالنهر هاي إشي مضر ولا نافع؟ مضر مضر بيضر بمين؟ بال؟ بالبحر بالإيش؟ بالبحر بالبحر بيلوث البحر فبيموت مين الأسماع صح؟ صح ممتازة فبتحكي ناميسك إنه هو بيضر بيضر بالبحر اللي هو لما بيلوث البحر فبيضر مين؟ بيضر الأسماع إنه بيعمل موت بيأدي إلى موت الأسماع لأنه لوثنا البحر فماتت الأسماع ممتاز فإذاً عندي التلوث في عندي مصادر طبيعية زي البركان زي الفيضانات زي الحرائق الطبيعية حرائق في حرائق طبيعية لأنه وزي الزلازل كلها هاي بتلوث لي البيئة كمان مصادر تلوث من فعل الإنسان زي القاء النفايات المصانع زي دخان السيارات والمصانع زي القاء النفايات تلوث البيئة فهاي كلها شغلات بتلوث لي البيئة بتعمل تلوث بأثر بصحة النظام البيئي أوكي آخر منضوع بهذا الدرس اللي بيتذكره معاي كانت الأنواع الغازية والأنواع الأصيلة تذكروا أنواع غازية وأنواع أصيلة مين يحكي لي أنواع غازية أش يعني مين يذكرني اللي حضر معانا الحصص أش يعني نوع غاز عون عون بتعرف عون آه أش يعني نوع غاز الغازية هل غازية كائن آه كائن بيروح بيكون من نظام بيئي آخر إلى نظام بيئي معين إلى نظام بيئي آخر ممتاز ممتاز جدا عون بحكينا أصلا هو بيكون يعيش يعني هو الإنسان بيأخذ من نظام بيئي معين إلى نظام بيئي آخر ممتاز عون بحكينا عون هو أصلا مش بيئته هاي هو الإنسان أخذه وحطه بيئة مش بيئته يعني من نظام إلى نظام آخر فإذن الأنواع الغازية هي أنواع تنتقل بتدخل الإنسان إلى نظام بيئي جديد ليس لها فيه وجود بالأطل وتستوطن فيه فإذن هي أصلا ما بتكون بموطنها هي بتروح تغزو على موطن آخر مين من قلها بفعل الإنسان بيجي الإنسان بيأخذ هاي النبتة هي أصلا مش مكانها هاد أخذها وزرحها بهذا المكان بنظام هي أصلا مش إلها بس استوطنت فيه لأنه الإنسان نقلها فالأنواع الغازية هي أصلا مش موطنها هاد بس استوطنت فيه طيب الأنواع الأصيلة هي أن كائنات حية تعيش فيه بيئة معينة يعني هي البيئة إلها مش تم ملقلها لا هي البيئة إلها ففي عندي نوع غازي ونوع أصيل الغازي اللي هو بنتقل من مكان من نظام بيئة معين إلى من نظام بيئة آخر أما الأصيل هو أصلا هذا النظام إلها هو فيه ما انتقل من مكان إلى آخر لا هو هذا بيئته هو موجودة فيه أوكي بدي أحرف كيف تؤثر الأنواع الغازية في النظام البيئي بدي أشوف هلأ بتأثر وكيف بتأثر طبع أحكي لكم كيف فهذا أنا لو كان عندي شجرة خلني أذكركوا فيها رجعت رسمت لكم إياها الحصة الماضية الحصة الأولى لم أخذنا هذا الدرس كان عندي شجرة هذه الشجرة عليها عصفور أوكي عليها عصفور هذا العصفور هذا موطن أوكي هذا عصفور طبعا أسبروا عندي عصفور وعايش على هذه الشجرة بما أنه عايش على هذه الشجرة هذا موطن يعني هو أصيل ولا غازي أنا بحكي لكم هو عايش على الشجرة شو رأيكم أصيل ولا غازي هو الطائر هذا أصيل ولا غزة نشوف سلمة تحكي لنا سلمة تحكي لنا يلا هذا العصفور الذهب أصلاً عايش بهاي الشجرة هذا موطن الأصلي أو غازي هو عايش بأصل الشجرة ب тон نbs هو أصلي أو غازي هذا موطنا لأنه عايش فيه أو إذا كان job هل عنده مثلاً عصفور ثاني أو نفس الشجرة هو أصيل أو غازي هو هاد العصفور أصيل أence أو غازي أصيل أصيل ممتازة وإذا كانت واحد تاني عنده بيصير رغازي يعني بيقتحم مكانه زي مثلا بيصير في كمان أسباب لهاي الشغلة لا أوليش أحكي لي ليش حكيت عن هاد أصيل لأنه هاد موطنه هو عايش بأصل شجرة هو شجرته هاي فإذا هاد العصفور حكيت لي عنه إنه أصيل لأنه هاد موطنه ممتازة سلمة هاد موطنه بس في واحد يزيلها مليم بدها تطلع كتير مش راضي مش راضي تطلع بس بالعربي اسمها آه موجودة مريم بس ممكن تخليها تجاوب إذا أجد دور يعني وخلتيني أنا أجاوب أو هي بس إجي دور حكي لها مش شغال حكي لها تضبط الماء عشان أخليها تجاوب هي كتفت هي ما طمع لها إشي هلسا بخليها تجاوب أوكي طيب فإذا أنا عندي حكيت لي سلمة إنه العصفور اللي كانوا على الشجرة هو موطنه بما إنه موطنه فهذا أصيل أوكي بعدين أنا بدي أحكي لكم إيش صار إجا عصفور تاني ما كانوا على الشجرة كانوا على الشجرة تانية بمكان تاني أصلا بيئة تانية إذا الإنسان أخذ هاد العصفور وجابه وحطه هون اللي هو هاد اللونه أحمد هاد عصفور هاد مش موطنه بس الإنسان جابه وحطه هون فبرأيكم هاد العصفور اللي ما كانوا على الشجرة وإجا الإنسان حطه على هاي الشجرة هو أصيل ولا غازي مين يجاوبني ريناد يلا ريناد ميش غازي غازي كيف يمكن غازي لانه ايجا من مكان بيئة الى بيئة اخرى ممتازة فبما انه ايجا عالشجرة فهو غزة فهو غازي ممتازة يا ريناد فبتحكي لي ريناد هذا غازي وحكت لي سلمة انه الاصلي اللي كان بموطن وهذا اصيل فهذا لو حكيت لكم بتحكو لي هذا غازي اللي هو من الكائنات الغازية يعني غازي من الغازية وهاض اصيل اوكي برأيكو لو كان عندي انا هون في عندي غذاء هنحكي هون على الشجرة في عندي اوكي على الشجرة في عندي هون غذاء وعندي غير الغذاء ماء فعندي مكان يعيشوا فيه يعني اللي هو مكان بدهم يقعد يحطوا فيه العش برأيكو هل رح يصير فيه تنافس ولا عادي ما بصير فيه تنافس بصير فيه تنافس على الغذاء والماء ولا لا نشوف نشوف على الشات اكتبوا لي بصير فيه تنافس ولا لا بصير ممتازين بصير فيه تنافس لانه على هاي اصلا الغذاء والماء بيكون يكفي بصلا العصفور الاصيل بيجي الغازي عليه بيصير بديو يوكل معه وبدو يشرب معه وبدو يعيش معه فبصير فيه عندي تنافس على الغذاء وعلى الماء وعلى الموطن بصير فيه عندي تنافس صح فلأنه بصير عندي تنافس بصير عندي خلل أو ضرر فأيش إذا أحكي لكم؟ شوف شو بيحكو لنا؟ بيحكي لنا يؤدي التنافس فهيصير عند التنافس على الموارد الطبيعية من غذاء من ماء من موطن بين الأنواع الأصيلة والأنواع الغازية بصير بينهم تنافس يؤدي إلى طرد أو انقراض النوع الأصيل شو اللي بصير؟ بروح النوع القطير يا رح يطرده النوع الغازي رح يطرد للأصيل أو بنقرد يعني بيموت ليش؟ لأنه صار فيه تنافس والأكل ما بيكفي فالنوع الأصيل يا أما بيه بنقرد أو بنطرد نتيجة لإيش؟ لعدم فصوله على الغذاء فيؤثر وجودها على السلاسل الغذائية ممتاز فإذا أنا عندي نوع غازي ونوع أصيل النوع الأصيل هو موجود أصلا بالموطن النوع الغازي اللي هو إيجا من مكان لمكان فأنا النوع الغازي إيش عمل؟ طار يتنافس مع النوع الأصيل على الغذاء على الماء على الموطن فصار فيه تنافس فإيجا النوع الأصلي الأصلي الأصيل الموجود بمكانه يا أما رح ينقرد ويموت يا أما رح يغادر يعني رح يضرد طيب مين يعطيني أمثلة على أنواع غازية في الأردن؟ مين يحكي لي إيش في كائنات؟ أو أنواع غازية بالأردن؟ نشوف مريم يلا مريم مريم أعمل أني ميوت وجاوبي نبات الصلم الذي أثر فيه نباتات التي تعيش بالأغوار الجنوبية والشمالية ممتازة جدا فمتحكينا النبات الصلم هدوان موجود؟ تحكي لي بالأغوار أثر لأنه إذن هو نوع غازي فأثر بالنواة الثلاثة الموجودة بالأغوار ممتازة مريم فإذن تحكي لي أول واحد هو نبات الصلم نشوف مين كمان؟ نشوف عبد الله اسمك؟ اسمك عبد الله؟ أحكي لي إيش اسمك بس وجاوبي يلا أوكي نشوف غيره نشوف من اللي ما شاوبي أحكي لي إيش اسمك بس؟ أو اسمك؟ مش سعنا إيش مكر للوش أهلا وسهلا أحكي لي إزي إيش في نبات أو مش شرط نبات حيوان أو نبات غازي في الأردن إزي إيش فيه؟ سمك الكارب في سيل الزرقاء ممتاز سمك الكارب في سيل الزرقاء ممتاز فإذن هو نوع غازي فيؤثر على الأسماك الموجودة في هذا السيل في سيل الزرقاء أوكي فإذن سواء نبات الصلم أو سمك الكارب هم أنواع غازية موجودة في الأردن ممتاز فإذن هيك منكون خلصنا الدرس الأول حكيناك الشغلات كلها المهمة فيه إذا بتحبوا تعمل سكرين بصير خليني أرجع لكم زي هاد ملخص إذا بتكونوا تعملوا سكرين بصير هاي هاد أعملوا سكرين للشاشة أول صفحة اللي حاب زي ما بتكون هو هاي الكتاب بس اللي حاب يأخذه وأعملوا لي سكرين لهاي برضو اللي برضو تلخيص أوكي هيك منكون خلصنا الدرس الأول بالوحدة نزك إنا راجعنا نص الوحدة هسا ما نأخذ بريك خمس دقائق مش أكتر خمس دقائق ونرجع ما حدا يطلع خليكم موجودين بس روحوا اللي بديوا يشرب ماي يرتاح شوي خمس دقائق عشان نكمل اللي هي الوحدة اللي هو نأخذ الدرس الثاني أوكي يلا بريك خمس دقائق رح نأخذ الدرس الثاني وخلص شكرا 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 اللي عنده السؤال يسألني يوسف اطلع وارجع ضبط النت بيكون عندك مشكلة بالنت عشان الصوت الكل رح يجاوب إن شاء الله اللي ما جاوب رح يجاوب أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم اللي أول مرة بتحضروا أهلا وسهلا فيكم اوكي يلا الكل رجع عشان ينبلش يلا الكل يرجع اللي ما رجع يرجع عشان ينبلش نخلصه خمس دقائق طبعا النوع الغازي هي نفس النوع الدخيل إذا شبتوا كلمة أنواع دخيلة هي نفسها أنواع غازية اوكي اوكي يلا هسا عندي الدرس الثاني اللي هو الجماعات الحيوية مين عنده سؤال الحصة الجاي بكرة رح ينزل على الانستجرام وعلى جروبات الواتساب كل حصة متع عندكم مراجعة في حصة بكرة بنفس الموعد على الستة أي حصة مراجعة رح ينسلوها على ستوري انستجرام وعلى الواتساب على جروبات وعلى الفيسبوك الأسل اللي حلناهم بالحصة العادية أي حدا بده حل من حلول الأسئلة للدروس ما رح أحلهم الحصة المراجعة لأننا بالمراجعة أعطيكم الأشياء الأساسية بس بالحصة العادية لموجودة على اليوتيوب لما كنا نشرح كنا نحل أسئلة للدروس وأذنزل وحد فأي حدا بده حل سؤال موجودين على اليوتيوب افتحوا على شرح الدرس يا بيكون بنفس الحصة أو بالحصة اللي بعدها ما في امتحان لا احنا بس ندرس للامتحانات النهائية أوكي يلا خلينا نبلش هسا بإيش اللي هو مصطلح أو الدرس الثاني هو الجماعات الحيوية وأطلاً الجماعات الحيوية شرحنا عنه بالدرس الأول لما حكينا في عندي تم تقسيم النظام البيئي لعدة مستويات من ضمن هاي المستويات كان في عندي مصطلح اللي هو الجماعة الحيوية شو عرفنا الجماعة الحيوية خلينا نتذكره حكينا احنا قبل شوي بس نرجع نتذكره فبحكي لكم الجماعة ثماني أنزبط القلام الجماعة الحيوية هي مجموعة أفراد من النوع نفسه تتكاثر وتعيش في نظام بي واحد فأنا عندي مجموعة أفراد من النوع نفسه زي لم أحكي حمر وحشية مجموعة حمر وحشية مش حمر وحشي واحد مجموعة مع بعض زي بالدرس الماضي حكيت أسود ما بس أحكي أتود وحمر وحشية وحش أحصنة وأسماك وطيور لا هاد بطل اسمه جماعة حيوية الجماعة الحيوية هم مجموعة أفراد من النوع نفسه يعني كلهم حمر وحشية أو كلهم أسود أو كلهم غزلان فهم كلهم من النوع نفسه فهنا تتكاثر وتعيش في نظام بي واحد فهذا تعريف الجماعة الحيوية هو أطلاً أخذناه بالدرس الأول حسنا درسنا عن هاي اللي هما الجماعة الحيوية محكينا مثال على الجماعة الحيوية حكيت لكم أجموعة أسود تعيش في نظام بي واحد مين يحكي لي كمان مثال على الجماعة الحيوية عشان الراجع المصبوط مين يحكي لي بشكل سريع مثال على الجماعة الحيوية سوفيان يلا سوفيان احكي لي مثال على الجماعة الحيوية سوفيان احكي لي مثال على الجماعة الحيوية مرحبا مس اهلا وسهلا يا مس مثل الأسود مجموعة أسود تعيش في نظام بي واحد ممتاز حمرارية أسود ممتاز سوفيان بحكينا سوفيان مجموعة أسود ممتاز سوفيان طيب مجموعة غزلان برضو جماعة حيوية مجموعة من الأسماك برضو جماعة حيوية فالجماعة الحيوية هو نوع واحد من الكائنات الحية تعيش معا في نظام بيئة محدد وتتكاثر طيب خصائص الجماعات الحيوية في عندي بهذا الدرس أنا بيبقى إنه موضوعي كله عن الجماعات الحيوية ففي عندي خصائص الجماعات الحيوية هذا هو الدرس اللي هما خصائص الجماعات الحيوية أول إشي رح ناخد خاصية بنشرحها بعدين ناخد خاصية الثانية بنشرحها وبيكون خلص الدرس إيش هو الدرس؟ اللي هو خصائص الجماعات الحيوية أول خاصية من خصائص الجماعات الحيوية اللي هي حجم الجماعة الحيوية وثاني خاصية من خصائص الجماعات الحيوية اللي هي كثافة الجماعة الحيوية إذن ما هي خصائص الجماعات الحيوية؟ مين يحكي ليههم بشكل سريع؟ خصائص الجماعات الحيوية عبدالهادي يلا عبدالهادي احكي لي خصائص الجماعات الحيوية حجم جماعة الحيوية وكثافة الجماعة الحيوية ممتاز حجم الجماعة الحيوية وكثافة الجماعة الحيوية إذن خاصيتين من خصائص الجماعات الحيوية اللي هي حجم الجماعة الحيوية وكثافة الجماعة الحيوية ونحن نشرحهم بالتبصيل أول إشرح نشرح حجم الجماعة الحيوية حجم الجماعة الحيوية بالبداية بدي تكونوا عارفين لتعريفها لو حكيت لكم عرف حجم الجماعة الحيوية تقولي هو عدد أفراد الكائنات الحية في الجماعة الحيوية الواحدة فإذن هو عدد مهمة كلمة عدد عدد أفراد الكائنات الحية في الجماعة الحيوية الواحدة فالحجم مربوط بعدد الأفراد فإذن حجم الجماعة الحيوية مين يعيد لتعريفه مين يعيد لتعريف حجم الجماعة الحيوية الله عمر آه مسمعي آه عريف لحجم الجماعة الحيوية ما هو ما تعريف حجم الجماعة الحيوية عدد أفراد الكائنات الحية في الجماعة الحيوية الواحدة ممتاز إذن عدد أفراد إذن ربط لعمر الحجم بعدد أفراد الكائنات الحية التي تعيش في جماعة الحيوية الواحدة فعدد أفراد ممتاز طيب من الكثافة الحيوية؟ رح أخلي على الكثافة الحيوية شوي بعدها أصير أقارنهم مع بعض رح أحكي هسا بس عن حجم الجماعة الحيوية اللي حكا لنا عمر إنها عدد أفراد الكائنات الحية في الجماعة الحيوية الواحدة طيب بدي العوامل المؤثرة في حجم الجماعة الحيوية بيجي سؤال ما العوامل التي تؤثر في حجم الجماعة الحيوية كيف يعني؟ يعني حجم الجماعة الحيوية هات كان 100 100 فرد وحجمهم 100 فرد طيب وفيها الجماعة الحيوية صاروا كانوا 100 هم المية صاروا 200 فالزداد عددهم طب هل ممكن المية يصيروا 50؟ بحكي لكم ممكن فإذا الجماعة الحيوية حجمها مش ثابت ممكن يزيد ممكن يقل كيف ممكن يزيد وممكن يقل بعدة عوامل في عوامل بتخليها تزيد أو تقل بأشي العوامل المؤثرة في حجم الجماعة الحيوية في اي شيء بخليها تزيد؟ كيف تزيد؟ كيف المية ممكن يصيروا 150 بأنهم يتكاثروا مثلا فالتكاثر بزيد لياهم طيب كيف المية ممكن صاروا 50؟ ايش الاشي اللي خلى حجمهم كانوا 100 فرد صاروا 50؟ بحكي لكم ماتوا بحكي لي ماتوا طيب كيف ماتوا؟ كيف ممكن يموتوا ممكن تقولي بسبب التنافس بسبب الطقس بسبب التطفل ففي عندي عوامل بتخلي حجم الجماعة الحيوية القل فإذا حجم الجماعة الحيوية هل هو إشي ثابت ولا بزيدوا بقل؟ ما يجاوبني على هذا السؤال؟ حجم الجماعة الحيوية هل هو إشي ثابت ولا بزيدوا بقل؟ يلا ألماء 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 جاوبيني حجم الجماعة الحيوية هل هو إشي ثابت ولا إشي بزيدوا بقل؟ ألماء جماعة الحيوية هل هو إشي ثابت وإشي ثابت؟ بزيدوا بقل؟ تازق الماء ففتح الجماعة الحيوية هو إشي بزيد وبيقل مش إشي ثابت فهو قابل للزيادة أو للنقصان ممتازة فإذن هسا في؟ بالإحس опыт العوامل اللي بتؤثر به حجم الجماعة الحيوية أنتو العوامل اللي موجودة عندكم عشان لا تخربطوا هاي هم العوامل موجودة عندكم ع الشكل هاد العوامل التي تؤثر في حجم الجماعة الحيوية هاي هم اللي هم التنافس والطقص والتطفل بس أل هي زايد وحدة من وين زايد هالرابعة؟ من هون من الفقرة فإنتو يعني الرئيسيات حفظهم هذول تنافس والطقص والتطفل الرابعة أنا زايدها من هاي الفقرة ليه هون خذنا نجد على الشكل اللي أنا كاتبه ففي عندي عوامل مؤثرة في حجم الجماعة الحيوية أول عامل وهو أنا ما أخذه من الفقرة مين هو؟ مين يحكيلي نشوف عمار يلا عمار عمار مش اللي جاوبت أهلا وسهلا عمار يلا حكيلي عشان الصراحة أنا صراحة جوابت إش مالك أنا صراحة جوابت أعرف جوابت الأغلب جواب عشان هيك صرت أختار حدثة من اللي جاوبوا احكيلي أول عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية هاي الشاشة قدامك الشاشة قدامك شايفها فين ثلاثة فين أربعة احكي أي وحدة احكي أي وحدة مش فارقة اللي هي الموارد المتاحة مثلا الزراع والنباتات الموجودة في النظام الحيوي الموارد المتاحة في النظام البيئي رح نعددهم بعدين رح نشرحهم ممتاز أمر طيب مين يحكيلي كمان عامل مراد يلا مراد مراد ما جاوب احكيلي عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية يلا مراد إنه يكون مثلا التنافس والتقس والتطف وحدة وحدة بس وحدة إذن ثاني وحدة هي التنافس رح نشرح التنافس ممتاز مراد مين يحكيلي كمان عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية منتها يلا منتها بس أعمل الميوت يلا أوكي نشوف غير منتها نشوف مين ما جاوب ويام يلا ويام يلا يلا عطيني ثالث عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية الطقس ممتاز الطقس إذن ثالث عامل هو الطقس طيب ممتاز ويام يلا مين يحكيلي رابع عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية نشوف يوسف يلا يوسف يلا يوسف التطفل التطفل إذن ثابع وآخر عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية اللي هو التطفل فهم الثلاث الرئيسيات هذول التنافس والطقس والتطفل طيب الرابع من هون جبتها ايام ميس جبتها من الفقرة فأنت قد تكتب أول إشي تنافس الطقس والتطفل آخر إشي ده بتكون حدها رابع أكتب الموارد متاح في النظام البيئي فأنا عندي أربع عوامل مؤثرة في حجم الجماعة الحيوية العوامل مؤثرة في حجم الجماعة الحيوية الدرس الماضي قلنا في صحة النظام البيئي هنا حجم الجماعة الحيوية اللي هو الموارد المتاحة التنافس، الطقس والتطفل أول واحدة الموارد المتاحة شو يعني موارد متاحة؟ يعني الماء، الغذاء، المسكن، الموطن فأن هذا الماء الغذاء المسكن توفرهم يؤدي إلى زيادة عدد الأفراد طب إذا ما في غذاء وماء وتربة وهواء وموطن ما فيه فإذن يؤدي إلى نقصان عدد أو حجم الجماعة الحيوية فإذا عندي غذاء ما بيزيد عددهم إذا ما عندي غذاء ما أبقى العددهم هاي هي بمساطة الموارد متاحة يعني زي غذاء ما موطن إذا عندي موارد متاحة يؤدي إلى يزداد التكاثر فتزداد الأعداد فبزداد الحجم طب ما عندي ماء أو غذاء ما عندي موارد متاحة ما رح يزداد الحجم، رح يقل الحجم فإذن الموارد متاحة موجودة بزداد الحجم، مش موجودة بقل الحجم زي هاش موارف متاحة؟ زي ما غذاء موطن طيب ثاني عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية اللي هو التنافس كيف يعني التنافس؟ فكيف يكون تتنافس أفراد الجماعة الحيوية أو جماعتين حيويتين موجودات بنفس المنطقة بتنافسوا على الغذاء وعلى الماء وعلى الموطن بتنافسوا فلما يتنافسوا ممكن يقلل من حجم الجماعة الحيوية يعني لما يكون في عندي نوعين من الكائنات الحية بتغدوا على نفس الكائن يعني مثلا نحكي الأغنام والأحصنة مثلا بتغدوا على نفس الغذاء وهذا الغذاء ما تكفي للأغنام والأحصنة ما تكفي لنوع واحد فيؤدي مثلا إلى انقراض الأغنام أو انقراض الأحصنة فبينقرض حدا فيهم فبيقلل الحجم تبع اللي انقرض فاللي بينقرض بقلل حجمه فإذا عندي التنافس لما يتنافسوا على غذاء يتنافسوا على ماء مش مكفي للكل فبيؤدي إلى الموت أو الانقراض فهذا يقلل من حجم الجماعة الحيوية لأنه ربطنا حجم الجماعة الحيوية بالعدد قلل العدد فقلل الحجم ما ممتاز فإذا أول عامل اللي هو الموارد الطبيعية أو الموارد المتاحة في النظام البيئي إذا موجودة بيزيد العدد وإذا مش موجودة بقلل العدد اثنين التنافس إذا ما يصير فيه عندي تنافس على غذاء أو ماء أو موطن ممكن إنه حدا يموت وحدا يضال عايش فيؤدي إلى نقصان في حجم الجماعة الحيوية التي تنقرض ثالث عامل هو الطقس كيف يعني الطقس؟ الطقس سواء ارتفع أو انخفض مهمة جدا رح أسأل عليها سؤال بعد شوي الطقس سواء ارتفع كثير أو انخفض كثير الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد يؤدي إلى موت الكائنات الحية فلما يموتوا بقل حجمهم بقل عددهم فبقل حجمهم فإذا الطقس لما أحكي الطقس هل فقد ارتفاع؟ لا هل فقد انخفاض؟ لا ارتفاع وانخفاض سواء ارتفاع شديد أو انخفاض شديد يؤثر في حجم الجماعة الحيوية بأنه يؤدي إلى الانقراض والموت فبالتالي يقل العدد فيقل حجم الجماعة الحيوية أوكي رابع عامل مؤثر في حجم الجماعة الحيوية اللي هو الططفل الططفل شو يعني؟ يعني يكون في عندي كائن حي لحاله قاعد إجا كائن حي ثاني استفاد منه بس ما فاده زي إيش؟ زي لما في دودة بتطفل على البندورة إذا بتذكروا بكتابكو بكتابكو في شكل اللي هي هاي هاي الدودة بتطفل هاي الدودة بتطفل على البندورة يعني بتصير تأخذ من البندورة تستفيد منها بس البندورة بس بتتضرر البندورة البندورة ما بتستفيد بس بتتضرر البندورة فالبندورة يؤدي إلى نقصان أو تقليل حجم الجماعة الحيوية للبندورة ليه؟ لأن البندورة تضررت من مين تضررت البندورة؟ من الدودة فالدودة تطفلت على البندورة فإذا أنا عندي التطفل لازم يكونوا فهمين التطفل التطفل كائم بستفيد والكائم الثاني بتضرر التطفل كأحدهما يستفيد والآخر يتضرر مين يحكيلي مين اللي بيستفيد ومين اللي بتضرر بهاي العلاقة بتطفل الدودة على البندورة مين بيستفيد ومين بتضرر مين يحكيلي هيثم يلا هيثم هيثم مين بيستفيد ومين بتضرر بهاي العلاقة يعطيك العافية مس الله يعافيك أهلا وسهلا فيك بس هس بيستفيد يمس الدودة بتستفيد عشان بتفيد حالها وبتأخذ غداية يقوط يومها ممتاز واللي بتضرر هي البندورة عشانها بتخرب وبتعفن ممتاز طب مين اللي رح يقل حجم جمعة الحيوية الدولة ولا البندورة البندورة عشان رح ينتشر أمراض بين البندورة ممتاز ممتاز هيثم بحكي لي هيثم انه البندورة هي اللي رح يقل حجم جمعة الحيوية ليه؟ لأنها رح تتضرر ورح يقل حجمها رح يبطل عندي كثير من دورة بسبب لأنه الدودة عملت ضرر فيها ممتاز طيب إذن أنا عندي إذن آخر سؤال هيتام العلاقة هون شو ستسمع ما هيتام إيش اسمها إيش اسم العلاقة يا هيتام بس تطفل ممتاز ممتاز جدا فإذن أنا عندي هاي العلاقة اسمها التطفل بحيث واحد بيستفيد واحد بيضرر مش ما بصير له إشي لا بيضرر وفيه علاقات واحد بيستفيد الاثنين بيستفيدوا بس هاي لا التطفل واحد بيستفيد والثاني يتضرر اللي بتضرر هو اللي بقل حجم جماعته الحيوية فإذن نرجع للعوامل أول عامل هو الموارد المتاحة حكينا فيه موارد متاحة إذن يزداد العدد ما فيه موارد متاحة يقل للعدد الثاني عامل هو التنافس لما يتنافسوا على غذاء ماء عموطن ممكن أنه يقل حجم جماعة حيوية من الجماعات اللي قاعدة تتنافس الثالث عامل هو التقص هل التقص فقط ارتفاع درجات الحرارة قزنة؟ لا هل فقط انخفاض درجات الحرارة؟ لا طب إيش؟ ارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد فلا الارتفاع الشديد منيح ولا الانخفاض الشديد منيح لأن الارتفاع الشديد ممكن يؤدي إلى الموت أو الانخفاض الشديد ممكن يؤدي إلى الموت لما الدرجات الحرارة كتير تنخفض ممكن أن كائنات هي ما تتحمل هاي درجات الحرارة وتموت لما الدرجات الحرارة كتير ترتفع ممكن أن كائنات هي ما تتحمل هاي الحرارة العالية برضو ممكن أنها تموت فابقل حجم الجماعة الحيوية لأنه ربطنا حجم الجماعة الحيوية بعدد الأفراد بعدين حكينا عن التطفل وشرحنا أنها يتمشي عن التطفل يعني واحد يستفيد واحد يتضرر زي البندورة والدودة الدودة رح تستفيد من البندورة البندورة رح تتضرر فاللي يبقى الحجمها هي البندورة اوكي حدا عنده سؤال هون حدا عنده سؤال اللي عنده سؤال يكتب لي سلما اكتبي لي سؤالك يلا عنده سؤال يكتب ضل موضوع واحد يلا عنده سؤال بدي اخد سؤالين واكمل لا تشيكوا انا اكتب السؤال المؤثر الرابع تطفل تطفل طقس تنافس الرابع حكيت لكم اللي هو هادا اللي مش موجود عندكم بالشكل الموارد المتاحة انا جايبوه من الفقرة الاصيل بنقرض لان الاصيل بطل قادر يلاقي موطن لانه الغازي اخد موطنه مثلا او بطل يلاقي غذاء لانه الغازي اخد غذاءه حدا عنده سؤال اللي ما جاوب ورح نجاوب اوكي عوامل هسا انا عندي الكثافة الكثافة ايش مربوطة هي عدد الكائنات الحية بيش عدده اسكت لكل وحدة مساحة ايوا فاذا كثافة الجماعة الحيوية هي عدد الكائنات على المساحة فعدد الكائنات على المساحة هو ايش كثافة الجماعة الحيوية فلو حكيت لكم اوجدوني كثافة الجماعة الحيوية ما تحكي لعطيني عدد الكائنات تحطوهم بالبس تحكي لعطيني المساحة اللي هم موجودين في هاي الكائنات ونحطهم بالمقام صار عندي عدد على مساحة امتاز اذا فيبع لما بدي اكون عارفها انه تزداد كثافة الجماعة الحيوية بزيادة عدد الاشجار في المساحة النفسة او عدد الكائنات في المجموعة نفسها فكل ما زادت عدد الكائنات او عدد الاشجار او عدد الحيوانات بزداد الكثافة الجماعة الحيوية مهم جدا هاي اذا زاد العدد في وحدة المساحة اذا ازداد الكثافة كيف يعني خلينا نأخذ مثال سريع لو كان عندي هون قطعة ارض مساحتها واحد متر مربع وعندي قطعة ارض برضو مساحتها نفس الاشي واحد متر مربع بس هون عندي طلعوا اوكي ننتبع الرسمة ركزوا رح اسأل حدا هسا هدول الاشجار طبعا هدول هيك اشجار اوكي اوكي طيب انا عندي هدول اشجار وعندي هدول اوكي يلا مين يحكيلي وين حجم الجماعة او كثافة الجماعة الحيوية اكبر حكينا كل ما زاد العدد حجم كثافة الجماعة الحيوية يلا وين الكثافة اكبر هل بالشكل ألف أم بالشكل با وين الكثافة اكبر احكيلي على الشات يلا ألف ولا با ممتازين ازداد الكثافة ممتازين فاذا عدد يزداد اذا الكثافة تزداد ممتازين طيب خلينا نأخذ هسا الأمثلة اللي بدنا نصحصح عليها حكينا ونفتح مقدنا عشان شو عشان نجاوبها صح محكينا ركزولي بهذا المثال اذا كان عدد أشجار البلوط التي تنمو في كيلو متر مربع يساوي 150 شجرة فهي عدد الأشجار اوكي قداش حد الأشجار 150 اوكي قداش تنمو في كيلو متر مربع يعني قداش المساحة كيلو متر يعني واحد واحد كيلو متر مربع اوكي فإذا المساحة واحد كيلو متر والعدد 150 شجرة فبدو الكثافة ايش فإن كثافة الجماعة الحيوية شو بحكي أنا عارف الكثافة شو بتساوي حكينا الكثافة بتساوي مين يحكي للكثافة شو بتساوي العدد الأشجار او شو مكان الاشي المعادده على المساحة يلا قداش العدد تحكي لعدد الأشجار 150 هو وعطانية 150 شجرة على إذن 150 ايش شجرة على المساحة كم المساحة حكيت لكم بالسؤال و كيلو متر مربع يعني واحد كيلو متر مربع فإذن المساحة كم واحد كيلو متر مربع بسأل حالي هل في اختصار يعني المية وخمسين والواحد بقدر أبسطهم ما في ما في اختصار بين المية وخمسين والواحد فأخرف بغتركها زي ما هي شو بحكي إذن الكتاف الحيوية مية وخمسين شجرة هاي الجواب مية وخمسين شجرة لكل هاي يعني لكل كيلو متر مربع مية وخمسين شجرة لكل كيلو متر مربع كيلو متر مربع أوكي فإذن مية وخمسين شجرة لكل كيلو متر مربع ليش أنه ما في اختصار خلص بحط بس فوق العدد الأشجار وتحت اللي هو المساحة طيب خلنا نشوف هذا السؤال إذا هذا السؤال طبعا من الكتاب سؤال أتحقق إذا علمت أن ثلاثمائة غزال يعيشون في اثنين كيلو متر في نظام بإيماء فما كثافة الجماعة الحيوية يلا شو تعودنا قانون الكثافة الكثافة الجماعة الحيوية كثافة الجماعة قنا نضبطها بس كثافة الجماعة الحيوية أوكي يلا حلو معاي حلو عورقة وقلم وعطوني الجواب بالشات كثافة الجماعة الحيوية شو بتساوي تساوي عدد عدد إيش مش أشجار هون إيش عندي هون غزلان عدد الغزلان لأنه عندي غزلان فبكتب عدد الغزلان من أشجار بكتب عدد الغزلان عدد الغزلان على المساحة أوكي يلا عدد الغزلان كم عدد الغزلان عدد الغزلان 300 فأنا بكتب 300 300 300 غزال أوكي على المساحة كم المساحة معظميني هاي المساحة معظميني 2 كيلو متر مربع فأنا بحكي على 2 كيلو متر مربع أوكي بسأل حالي فيه اختصار بالبسط والمقام كيف يعني يعني 300 وال200 بيختصروا ولا ما بيختصروا مين يحكي ال300 وال200 بيختصروا مع بعض ولا لا يعني بقدر أبسطهم ولا لا ممتازين بقدر أبسطهم 300 بتقسم على 2 وال2 بتقسم على 2 بتحكيلي ببساطة 300 بتصير 150 وال2 بتصير 1 شو عملت قسمت هاي على 2 وقسمت هاي على 2 ايش عملت قسمت هاي على 2 وهي على 2 فصارت 150 على 1 فايش صاري الدواب فاكتب 150 غزال لكل لكل ايش 1 بل 2 كيلو احكيوا اكتبوا لي على التشات لكل واحد الممتازين لكل واحد كيلو متر مربع ممتاز ممتازين ممتازين طيب هسا بدي منكم كلكم تجيبوا ورقة وقلم وتحلوا لي هاد مثال خارجي يلا بدي اشوف مين اول واحد رح يعطيني جواب صح اذا علمت ان 600 أسد انا عندي أسود أسد يعيشون في 3 كيلو متر مربع ثم كثافة الجماعة الحيوية يلا حلو لي اشوف مين رح يعطيني الجواب صح يلا نشوف مين رح يعطيني الجواب صح لحد ما اكتب القانون اشوف اغلبكم جاوب صح يلا الكل يجاوب بدي اشوف بالكل يجاوب طبعا لانه عندي أسود فبكتب عدد الأسود عندي أشجار بكتب عدد أشجار عندي غزلان بكتب عدد غزلان هاي المسألة اللي مش شايفين المسألة هايها ممتازين ممتازين اغلبكم جاوب صح ممتازين اغلبكم جاوب صح عدد الأسود احنا عمر بنحكيه لانه هون السؤال أسود ممتازين طيب يا الله خلينا نحلو مع بعض بما انه اغلبكم جاوب صح كتبت القانون كثافة الجماعة الحيوية تقسيم ثلاث كم أول كامل والدرس التاني كامل وأخذنا أمثلة خارجية وكمان حلينا أسئلة الكتاب على الحال وأسئلة خارجية هاته بدي منكم اللي حضر إفنتات أو التوزيعات اللي كان يوزعوها أبواب كان يوزعوا دوسيات في حدا حضرها هون في حدا مع الدوسية اللي كان يوزعوها بالإفنتات بإربت بالحضائق حدا حضروا مع الدوسية في حدا مع الدوسية أوكي في دوسية وزعوها أبواب لما كانوا بيعملوا جولات وفي طلاب أخذوها أوكي فهذا هاي الدوسية بنلحل منها كم سؤال على هاي الوحدة أوكي اللي ما مع الدوسية هايها موجود الرابط صبحها على جروب الواتساب أوكي هايها الدوسية هاي اللي فاتح عليها أنا هسا رح أحل منها اللي هو أثقل العلوم افتحوا صفحة خمسة اللي محهم الدوسية صفحة خمسة وزعوا بإربت وزعوا بحضائق كانوا بالحضائق كانوا وزعوا دوسيات اللي معهم الدوسية يفتحوها ما معهم الدوسية يفتحوا الواتساب موجود في رابط في الدوسيات دوسية صفكم تبع صف سادس على صفحة خمسة في العلوم بيها كل المواد صفحة خمسة موجود تبعة العلوم لا ما رح ناخذ الدرس الثالث أوكي خليني أبعث لكم الرابط تبعة الدوسية ثواني لا الدوسية ملخ فلازم تفتحوها على الواتساب وتشوفوها الدوسية ياللي معها ورقي يفتحها اللي معها ما معها ورقي هي على الواتساب أوكي خليني نحل أسمة العلوم تبعت هاي الوحدة يالله مين يجاوبني بدي حدا سريع سريع على التشات تجاوبو أحد الآتية لا يعد مؤشرا من مؤشرات صحة النظام البيئي أحد التالي لا يعد من مؤشرات صحة النظام البيئي مين يحكي لي لا يعد مش يعد لا يعد التنوع الحيوي يعد من المؤشرات عدم تفشي الأمراض برضو يعد مقدلة تعد التعاد التوازن برضو يعد مين اللي لا يعد على التشات ابعته الجواب على التشات بسوف الأجوب على التشات ممتازة وي آم جاوبت صح واسيم جاوب صح يلا مين يجاوبني كمان ممتازين التلوث ممتازين الأغلب جاوب صح فاللي عنده الدوسي يحط جواب دائرة على التلوث فإذن أحد الآتية لا يعد مؤشرا هسا التنوع الحيوي مؤشر وعدم تفشي الأمراض مؤشر ومقدرة على الاستعاد التوازن برضو مؤشر فاللي لا يعد مؤشر اللي هو التلوث ممتازين من الآن دي لعن الواعي الداخلي في الأردن يلا مين يجاوبني يحطوا الجواب ممتازين نبات السلم ممتازين البندورة لا مش غازي السلم وكمان في كمان جاوب والسمك إذن مين بختار سمك الكارب والسم فمين بختار الخيار الأول والثالث الأول والثالث مش فس السمك سمك الكارب ونبات السلم فإذن أنا عندي الخيار الأول والثالث ممتازين نبات السلم وسمك الكارب طيب سؤال البعد العلاقة بين الكائنات كائنين حيين أحدهما يستفيد والآخر يتضرر إيش اسمها واحد بسر هاي الثم حكينا عنها يستفيد والآخر يتضرر شو اسمها العلاقة التطفل ممتازين إذن علاقة بين كائنين أحدهما يستفيد والآخر يتضرر هي التطفل شوفوني هذا السؤال رثم بياني يوضح علاقة بين عدل أفراد من الجماعة الحيوية يعني حجم الجماعة الحيوية لنوع من الأسماك ودرجة الحرارة شو السؤال؟ بحكينا السؤال بشكل عام إنه هل ارتفاع درجات الحرارة يؤثر في حجم الكائنات ولا انخفاض درجات حرارة يؤثر في الكائنات ولا أقل درجة حرارة ما بتأثر ولا ارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد أي خيار من هذول مين بيأثر هل الارتفاع الشديد فقط ولا الانخفاض الشديد فقط ولا الارتفاع والانخفاض سلماء الارتفاع الشديد فقط اللي بأثر الاثنين ممتازة الماء الاثنين الارتفاع الشديد ممتاز وثيم. سواء ارتفاع شديد او انخفاض شديد. فاذا ايش نحكي? الخيار هو اول ارتفاع شديد فقط خطأ. الانخفاض فقط خطأ. الارتفاع او الانخفاض. فاي خيار? اي خيار? الاثنين باثروا في اي خيار? الاول ولا الثاني ولا الثاني ولا الرابع? الثالث ممتازة وام. الخيار الثالث ممتازين. اذا هو الخيار الثالث اللي هو يؤثر الارتفاع او الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في حجم الجماعة الحيوية تسبب في موت الاسماك فيقل عدد الافراد. فالخيار الثالث ممتازين سلمة وقلمة ومحمد. وزينا. ممتازين كلكم. ممتاز مراد برضو. اذا الخيار الثالث هو الصح. طبعا هاي هي الاسئلة اللي هي على الوحدة تبعت اليوم. بس ناخذ الوحدة الثانية برضو رح نحل الاسئلة اللي هي على الوحدة الثانية. طبعا حصتنا بكرا ان شاء الله رح ينزلوكوا على القروبات بوتساب بالفيسبوك على الانستجرام. متل حصة بالزب. كونوا جاهزين رح نناخذ الوحدة الثانية. نراجحها كاملة. ممتاز وصيم. وسيم نذكر الحصة الجاي ان شاء الله رح افتح لك المايك. يعني اليوم حاولنا لأكبر عدد يفتحوا المايك. ماذا الامتحان مش رابط. الامتحان ملف فما بقدر ابعته هون. فعلى قروب الواتساب موجود. اذا بدك موجود على الفيسبوك. اذا مش موجود على الفيسبوك من نزلو على الفيسبوك برضو. بس بقروب الواتساب موجود. اوكي. خلص يلا يعطيكم العافية هيك تلصت حصتنا درسنا الوحدة الاولى راجعناها وكنا مساعدين للامتحان هيك ممكن وضعنا تمام. حللنا اسئلة من اسئلة الدوسية اللي توزعت. ان شاء الله الحصة الجاي رح ينبلش بالوحدة الثانية رح نراجعها برضو بشكل سريع. اي حدا بده يدرس اشي قديم شرحناه موجود على اليوتيوب. اوكي. يعطيكم الف عافية. اوكي. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة